ونعود إلى الخبر الأبرز في نشرتنا واستقبال السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي أنتونيو تاياني نائب رئيس الوزراء وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية بالإضافة إلى سفير إيطاليا بالقاهرة وعدد من المسؤولين الإيطاليين وفي اجتماع منفصل أكد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على التوجه الثابت لمصر لتطوير التعاون البناء مع الشركات الإيطالية وذلك خلال استقباله رئيس شركة دانالي الإيطالية العاملة في مجال صناعة معدات الصل استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي السيد أنتونيو تاياني نائب رئيس الوزراء وزير شؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية بالإضافة إلى سفير إيطاليا بالقاهرة وعدد من المسؤولين الإيطاليين صارح المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية أن اللقاء شهد تأكيد تطلع المتبادل لدعم الشركة المتميزة بين البلدين الصديقين ومواصلة التطور الإيجابي والدفعة القوية للتعاون السنائي وذلك في ضوء العلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر وإيطاليا والروابط الثقافية العميقة بين الشعبين وقد تم التباحث في ذلك الإطار بشأن سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري بين البلدين حيث تم تأكيد أهمية تعزيز العمل الجاري لدعم الإنتاج الغذائي والتعاون الصناعي المشترك فضلا عن استغلال الفرص المتاحة في مجال الطاقة والطاقة المتجددة كما تم تسمين الاستثمارات المتنامية التي تقوم بها الشركات الإيطالية في مصر وفيما يتعلق بالأوضاع الدولية والإقليمية تترق اللقاء لتطورات الراهنة على الصعيد الفلسطيني الإسرائيلي حيث تم التوافق على الخطورات البالغة للموقف وأهمية العمل على وقف التصعيد وتحقيق التهدئة بين الطرفين حرصا على استقرار المنطقة مع تأكيد أن السلام العادل والشامل استنادا إلى حل الدولتين يمثل ضرورة قصوى لاستقرار المنطقة كما أكد نائب رئيس الوزراء الإيطالية تعويل إيطاليا على دور مصر المهم والحيوي في هذا الصدد وأوضح السيد الرئيس من جانبه أن مصر تبذل مساعيها وتكثف اتصالاتها لاحتواء الموقف منعا لتفاقمه مشددا على أهمية وقف نزيف الدماء وحماية المدنيين ومنع استهدافهم والحيلولة دون تدهور الأوضاع الإنسانية للشعب الفلسطيني ومحذرا من العواقب الخطيرة أمنيا وإنسانيا للنزاع الجاري وأهمية الدور الأوروبي والدولي في دعم مسار التهدئة والمفاوضات كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتح السيسي السيد جيانبترو بندتي رئيس مجلس إدارة شركة دانيلي الإيطالية وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور هالا السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمهندس محمود عسمت وزير قطاع الأعمال العام ولواء مختار عبد اللطيف رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع إلى جانب عدد من كبار المسؤولين بالشركة الإيطالية اللقاء شهد التبحث حول أفاق التعاون بين مصر وشركة دانيلي الإيطالية التي تعد من آرق وأكبر الشركات العالمية في صناعة معدات وتكنولوجيا إنتاج الصلب حيث آرب رئيس الشركة الإيطالية عن اتزام التوسع في أنشطة الشركة في مصر من خلال إنشاء المجمعات الصناعية والتكنولوجيا الخضراء الصديقة للبيئة خاصة في ظل الفرص الاستثمارية والمزايا الاقتصادية في مصر بما في ذلك اتفاقيات التجارة الحرة الإقليمية والدولية والبنية التحتية المتطورة في مختلف القطاعات وقد أكد السيد الرئيس في هذا السياق التوجه السابط لمصر لتطوير التعاون البناء مع شركة دانيلي وغيرها من الشركات الإيطالية في إطار العلاقات السنائية المتميزة بين مصر وإيطاليا كما أكد السيد الرئيس حرص مصر على زيادة نسب توطين الصناعة والتكنولوجيا وتعميق الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص المصري وتوفير الفرص له للنمو والازدهار في إطار الأنشطة المستقبلية مع الشركة الإيطالية مع إقامة مراكز فنية إيطالية في مصر لتدريب العمل للاستفادة من الخبرة الأجنبية في نقل المعرفة وبناء القدرات الفنية للكوادر المصرية